مرحبا ويعطيكم العافية رح نشرح بهذا الفيديو عن الموازن المائية أو ما يسمى بـ Water Budget أو Water Balance نتعرف أولا على مصطلح الهيدرولوجيك سيستيم أو النظام المائي النظام المائي بتكون من ثلاث شغلات الشغلة الأولى هي Storage والشغلة الثانية ال Input والشغلة الثالثة اللي هي Output إذن النظام المائي يتكون من Storage التخزين اللي هو مكان بتخزن في المياه ال Input المدخلات أو العناصر اللي بتضيف مياه لهذا ال Storage وال Output المخرجات أو العناصر اللي بتخرج المياه من هذا ال Storage وللتوضيح هذا ال Sketch البسيط يعبر عن Storage وال Input وال Output هذا كله ككل بنسميه Hydrologic System أو نظام مائي من الأمثلة على Storage أو التخزين في النظام المائي المثال الأول اللي هو Surface Water مثلا 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 البحار المحيطات البرك هذه المياه السطحية بشكل عام أحد الأمثلة على أماكن تخزين المياه في الأنظمة المائية المثال الثاني اللي هو Ground Water أو المياه الجوفية أو ما يسمى بخزان المياه الجوفية بمصطلح اسمه ال Aquifer لاحقا رح نتعرف في بعض الدروس على أكثر على هذه المصطلحات والمثال الثالث اللي هو خزان الماء الموجودة لدينا في البيوت هذا أيضا يعتبر أحد الأمثلة على Storage تمام؟ فهذه ثلاث أمثلة على Storage الآن نأخذ أمثلة على Inputs المدخلات أو العناصر اللي تدخل المياه إلى هذا Storage وخلينا نأخذ بهاي الأمثلة لل Surface Water أو للمياه السطحية يعني هاي ال Inputs للمياه السطحية المثال الأول Precipitation اللي هو الهطول بكافة أشكاله يشمل المطر والثلج والبرد والندى والمثال الآخر Inflow Streams وهي الأنهار التي تصب في المستودعات أو الخزانات اللي هي المياه السطحية بسموها Inflow Streams لاحظوا كما بالشكل التالي في عندي نهر هنا وهذا النهر قد يصب في هذا المحيط أو البحر بالتالي هاي بسموه Inflow Streams وواحد الأمثلة على Inputs أمثلة على Outputs أيضا للمياه السطحية The Evaporation التبخر من هاي المسطحات المائية Infiltration الرشح والOutflow Stream نفس الفكرة السابقة لكن قد يكون هذا النهر بيخرج من الستوريج بالتالي بيخرج ماء منه إذا يعتبر أحد الأمثلة فهاي أحد الأمثلة على Outputs من النظام المائي هي Evaporation Infiltration والOutflow Stream طبعا هاي الأمثلة كلها للسيرفيس ووتر أو المثال لأنه لو كان Ground Water بيختلف الوضع والآن رح نشوف بعض الأمثلة على ذلك نيجي لموضوع اليوم اللي هو Water Balance أو اللي هي الموازنة المائية شو يعني موازنة مائية إحنا منقيس مقدار التغير بالStorage إحنا منقيس Change in Storage مقدار التغير بالStorage طبعا النظام المائي وهذا القياس بيتم عن طريق عمل موازنة مائية الموازنة المائية تعطى بالمعادلة البسيطة التالية اللي هي Change in Storage مرمزلها بالرمز Delta S أو Change in Storage تساوي Inputs المدخلات للنظام المائي مطروح منها Outputs المخرجات من النظام المائي يعني كمية الماء الداخل للنظام ناقص كمية الماء الخارج من النظام وهذا يساوي التغير في Storage أو تغير في المخزون النظام المائي وهذا اللي بنوعنا في حسابه اللي هو Delta S ويهمنا لكثير شغلات رح نتحدث عنها بالأمثلة إن شاء الله إذا كانت المدخلات أكبر من المخرجات يعني كمية المياه الداخلة إلى النظام المائي أعلى من كمية الماء الخارج من النظام المائي إذن Delta S ستطلع positive موجبة أما إذا كانت المدخلات أقل من المخرجات بالتالي Delta S ستكون negative سالبة بينما إذا كانت المدخلات تساوي المخرجات يعني كمية المياه الداخلة إلى لم يحدث أي تغيير على المدخلات كون المدخلات تساوي أو تكافئ المخرجات من النظام المائي هناك ملاحظة بسيطة ومهمة جداً في عمليات حسابات الواتر بالانس أن جميع الوحدات المستخدمة في هذه المعادلة التي يجب أن تكون متكافئة يجب أن جميع الوحدات يجب أن تكون نفسها بحيث أن أعوضها في المعادلة التي توجد هناك فبالتالي عندما أعوض عند الـ Input أو Output، جميع الـ Unit يجب أن تكون نفس الـ Unit وقالنا بالدرس السابق أنه ممكن أن أستعمل الـ Depth Unit أو وحدة الأعماق أو وحدات الحجوم التي هي Volume Unit وبالتالي أستعمل الـ Depth أو Volume لكي أعوض بهذه المعادلة، لكن يجب أن كل الـ Input وOutput يكونوا بنفس الوحدات يعني إما كل الـ Input وOutput يكونوا بالـ Depth أو كل الـ Input وOutput يكونوا بالـ Volume ولاحقاً أستعمل بناتهم بحسب الدرس السابق بالتحويلات طيب، دعونا نأخذ مثال أيضاً على Water Balance Calculation ونرى الآن هذا المثال العملي لاحظوا عندي هون بالشكل أمامكم في عندي بحيرة، مساحتها 1 كم مربع مساحة هذه البحيرة 1 كم مربع، إذن النظام المائي عندنا هو نظام مائي سطحي، مساحته 1 كم مربع هذه البحيرة يسقط عليها أمطار rainfall بمعدل 2 سنتيمتر يعني كل ساعة بيسقط depth of rainfall بـ 2 سنتيمتر، هذه المعطى الأول rainfall أو precipitation 2 سنتيمتر per hour المعطى الثاني وهو الـ Evaporation بمعدل 10 سنتيمتر per day، إذن بكل يوم بيتبخر 10 سنتيمتر كعمق من هذه البحيرة، تمام؟ بينما العملية أو العنصر الثالث اللي هو الـ Infiltration Infiltration عملية الرشح بتحدث بمعدل 50 متر مكعب per day، يعني كل يوم هذه البحيرة بتخسر أو بتروح منها Infiltration بمقدار 50 متر مكعب من المياه، طيب عندي ثلاث عناصر Precipitation، Evaporation و Infiltration من هذه البحيرة، الآن مطلوب مني أني أعمل حساب للـ Change in Storage بدي أحسب الـ Change in Storage بهذه البحيرة بعد مدة خمس أيام، طبعاً نحط بالنا عشان أحسب الـ Change in Storage أو Water Balance Calculation ويصبح عندي تحويل للوحدات، أنا بحاجة لمعرفة المساحة للنظام المائي ومعرفة الفترة الزمنية اللي أنا بحسب عليها، فالمساحة للنظام المائي واضحة أمامنا الآن 1 كم مربع فترة الزمنية اللي أعمل عليها Water Budget هي خمس أيام، حسب المثال الموجود عندي الآن دعونا نتعرف الآن كيف الحل وكيف يتم تحويل الوحدات، واستخراج الـ Change in Storage بالوحدة المطلوبة الآن، أول خطوة بالحل، يجب أن نحدد من المدخلات ومن المخرجات وأيضاً يجب أن تحدد أي طريق تعمل عليه بالوحدات، هل أنت ستحول إلى Depth؟ أو ستحول إلى Volume مثل ما حكنا ببداية الدرس؟ فإحنا هون رح اخترنا بالإجزامبل إنه رح أشتغل على Depth Unit، أحول لوحدة اللي هي Depth، وهون الآن Step 1 بالحل، لازم أشوف إيش هم المدخلات والمخرجات من النظام المائي، طبعاً المدخلات لنظام المائي كونه بحيرة مياه سطحية، إذن Rainfall أو Precipitation هو Input، تمام؟ والOutput، Evaporation أو Infiltration لأنهم يطلعوا مياه من النظام المائي، كيف أحدد مين مدخلات ومين مخرجات؟ إذا كان العملية أو البروسس بتضيف ماء للنظام المائي، ستذهب مع Input، مثل Precipitation، بينما إذا كانت العملية، تشيل مياه من المائي، سيسميها Output، مثل Evaporation و Infiltration، خطوة رقم اثنين، إنه نعمل عملية Unit Conversion، حكينا إحنا رح نعمل على مبدأ Depth Unit، إذا رح أحول جميع الوحدات لل Rainfall والEvaporation والInfiltration، كلهم رح يتحولوا إلى Depth Unit، وبالمتر، نعتمد وحدة المتر، طيب، شوف أول تحويله هون للPrecipitation، خمس سنتيمتر per hour، رح أضربها بـ 5 days و 24 hour، هاي كلياته الفترة الزمنية، لعندي خمس أيام، إذا كونوا المقام بوحدة ساعة، فضربت أنا هون بعدد الساعات الموجودة بخمس أيام، ورح تروح الأور مع الأور، بيطلع الجواب خمسة في خمسة في 24، بيطلع الجواب 600 سنتيمتر، بالقسمة العالمية للتحويل إلى متر، بيطلع الجواب النهائي 6 أمتار أو 6 متر، إذن الآن حولت الPrecipitation إلى 6 متر، وبالتالي الآن جاهز الPrecipitation بوحدة Depth، ننتقل للعنصر الثاني، Evaporation 10 سنتيمتر per day، لاحظوا أن الوحدة الزمن بالمقام هون هي day، إذن ضربت بوحدة زمن أيضا هون day، بالتالي صار عندي 10 سنتيمتر per day، ضرب 5 day، الday بيختصر مع الday، بيصفي 10 في 5، ويساوي 50 سنتيمتر، تمام؟ 50 سنتيمتر، إذن لما أحول 50 سنتيمتر بالقسمة العالمية إلى متر، بيطلع الجواب نصف متر من المياه as evaporation، وهاي حولتوا لدف جاهز، ضل عندي العملية الأخيرة هي infiltration 10 أو عفواً 100 ألف متر مكعب per day، ضرب 5 day، برضو نفس وحدة المقام بنضرب فيها الزمن زي ما شرحنا من الفيديو السابق، بالتالي 100 ألف ضرب 5، وبالنهاية، سأقسم على المساحة لتقسيم 1 كيلومتر مربع أو مليون متر مربع، إذن ضربت بي الزمن وقسمت على المساحة، بيطلع الجواب 5 أمتار أو 5 متر as depth، هذا حكي للـ infiltration، إذن الآن أصبحت الثلاث وحدات عندي للعناصر الثلاثة الموجودين في الإقزامبل، كلياتها بالمتر، أنا الآن جاهز للتعويض في معادلة الـ water balance، كونه كل الـ units كانوا بالمتر، لكن سابقاً إشي كان سنتيمتر per hour، إشي كان سنتيمتر per day، إشي كان متر مكعب per day، وهذه الوحدات السابق كانت غير متجانسة، الآن أصبحت كلها نفس الوحدة لما حولتها، سأعود بمعادلة change in storage أو delta S، وهي تساوي المدخلات ناقص المخرجات، لاحظوا الـ precipitation لأنه بالمدخلات أخذ الإشارة الموجب، بينما الـ evaporation والـ infiltration أخذوا إشارة السالب لأنهم بالمخرجات، تمام؟ والآن التعويض المباشر يساوي 6 متر ناقص نصف متر ناقص 5 متر، الثلاث وحدات متشابهة نفس الـ unit كلياتهم، ويساوي جواب plus وهو نصف متر، إذن الـ delta S أو change in storage خلال فترة خمس أيام، سيزيد بمعدل نصف متر، تمام؟ طيب، نشوف الآن ما معنى هذا الحكي، ونأخذ أيضاً افتراض آخر أو تكمله للإكزامبل، دعنا نفترض أنه قبل خمس أيام، يعني في اليوم الأول، كان عمق المياه في هذه البحيرة، حكيناها بالإكزامبل 10 أمتار، إذا كان عمق المياه قبل عملية الخمس أيام، كان عمق المياه 10 أمتار، كم سيحدث بعد خمس أيام؟ يعني كان فيها 10 متر، كم سيحدث بعد خمس أيام؟ سوف نعوض بهذه القانون أو المعادلة، أنه depth final أو عمق الماء النهائي، يساوي depth initial، كما كان أصلاً في البحيرة كdepth، زاعد أو ناقص change in storage أو delta S استناداً إلى وحدتها، فإذا كانت change in storage أو delta S بالموجب، ستصبح plus، وإذا كانت بالسالب، ستختار minus، سترحها طريح، تمام؟ سوف نرى بالمثال، كون delta S موجبة، إذا الآن depth final يساوي depth initial 10 متر، النفس اللي فرضناه الآن بفرضياتنا هاي هنا، تمام؟ زاعد لأن delta S موجبة، ونص متر اللي حسبناها سابقاً بالحسابات، إذا الدبث رح يكون 10.5 متر، إذا بعد خمس أيام، بوجود الثلاث عمليات اللي شرحتها سابقاً على هاي البحيرة والكميات اللي صارت عليها، رح يرتفع منسوب البحيرة بمقدار 0.5 متر، تمام؟ وسيصبح 10.5 متر، على افتراض أن العمق الابتدائي كان لها 10 متر، إذا رح يرتفع المخزون، رح يرتفع منسوب البحيرة، كونه delta S موجبة، وطبيعي يطلع delta S موجبة، كونه المدخلات أعلى من المخرجات، طيب، الآن أريد أن أعطيكم مثال أو تمرين، تحلوا عليه أنتم، وهذا التمرين جوابه إن شاء الله رح يكون بنهاية الفيديو للتدريب على الحل أو على الحسابات اللي شرحتها سابقاً، بيحكي لك بالتمرين اللي هون فيه عندك سيرفس ووتر بيزن، حوض مياه سطحي، تمام؟ مساحته 200 كيلو متر مربع، إذن هذه المساحة تحت الحوض أو النظام المائي، دورينج أي يير، فترة زمانية من نحسبها لها 1 يير، تمام؟ خلال السنة كاملة، سقط رينفول بمعدل 200 سنتيمتر، تمام؟ سقط رينفول بمعدل 200 سنتيمتر خلال سنة كاملة، الإفابوترانسبريشن كان 5 مليمتر بير دي، تمام؟ إفابوترانسبريشن تبخر والنتح 5 مليمتر بير دي، الإفابوترانسبريشن 5 مليون متر مكعب، إشارة الـ MCM هاي، مليون كيوبيك ميتر، يعني 5 مليون متر مكعب في عندك ريفر فلو انتو ذا بايزن، يعني النهر يصب في هذا الخزان المائي، بمعدل 2 متر مكعب بير ساكند، إنفلو ستريم هذا، مطلوب منك تحسب التغير في المخزون تاع هذا الحوض المائي، خلال فترة واحد سنة، تمام؟ خلال فترة واحد، بالتالي، لازم الآن تعمل العمليات الحسابية على واحد، ومائتين كيلومتر مربع مساحة، وهاي العمليات الأربعة اللي عندك، برسبيتشن 200 سنتيمتر، إنفلتريشن 5 مليون متر مكعب، إفابوريشن 5 مليون متر مكعب، وإنفلو ستريم 2 متر كيوب بير ساكند، وبالتالي الآن، سأعرض لكم الإجابات، بحيث أنك تكون حليت هذا السؤال لحالك، بتمنى تكون تمرنت عليه وحليته، والطابق إجابتك مع الإجابة اللي عرضها الآن، هاي إجابة السؤال، الإجابة النهائية الدلتاس، بتطلع تقريباً بلس 46 سنتيمتر، أو بلس 46% متر، في هذا الخزان أو الحوض المياه السطحية، بتمنى يكون فيدكم هذا الفيديو الشرح، ويعطيكم ألف عافية.